اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معلومة لصحتك الوقت حسن ابن عمي ربنا قرمه بعقد صفر برة ربنا يا كريم وعقد كويس قوي المشكلة بقى انه راح يحلل التحاليل بتاعة الصفر طلع قال ايه عنده فيروس بي وهيمنوع من الصفر ويقعد المشكلة مش في كده قولي ارزق بتاعة ربنا ومحدش عارف الخير فيه اكيد ربنا شايل له حاجة احسن يعني المشكلة بقى انه قاعد يقول عن نيت عن فيروس بيه ده ويقول لي مكتوب انه اخطر من فيروس سي فاكتأب كده وحالته النفسية بقى اتزيفت وقفل على نفسه من ساعتها مش عاوز يكلم حده خالص هو صحيح يا جماعة فيروس بيه ده هو اخطر من الفيروس سي ولا سي هو الاخطر ولا ايه محد يعرفنا يعني في سؤال بيسألوا ناس كتير مين اخطر الفيروس الكابدي سي ولا بي الفيروسات الكابدية بي و سي احنا بنخاف منهم علشان بيعمله تليف في الكابد لما بيدخل الفيروس جسم الانسان ويوصل للكابد بيعمل فيه التهاب مزمن وده اللي بيؤدي مع مرور الوقت لتغير في نسيج الكابد اللي بنسميه التشمع او التليف الكابدي واللي بيعمل بعد كده مشاكل الفشل الكابدي في صورته المعروفة استسأة صفرة دولي في المريء وغيره مين اكتر خطورة من التاني فيروس سي ولا فيروس بي الحقائق العلمية بتقول ان فيروس سي لما بيدخل الجسم بيقعد فترة طويلة جدا لحد ما يعمل تليف في الكابد يعني بيعمل تليف في الكابد بعد حوالي 15 الى 20 سنة من الاصابة بالفيروس ويمكن اكتر لكن الفيروس الكابدي بيه النشط بيعمل تليف كابدي بعد عدد سنوات اقل من كده بكتير وكمان الفيروس الكابدي سي ما بيعملش اورام في الكابد الا بعد ما يعمل تليف في الاول والتليف بعد كده هو اللي ممكن ينتج عنه اورام لكن الفيروس الكابدي بيه ممكن يعمل اورام في الكابد حتى من قبل ما يعمل تليف لانه هو اصلا من الفيروسات المسببة للاورام فيروسات الكابد بي و سي بينتقلوا من البني ادم للتاني عن طريق نقل الدم الملوث بالفيروس من شخص لشخص او عند استعمال عدد او الات جراحية ملوثة بالدم اللي فيه الفيروس من شخص لشخص من غير ما تتعقم كويس لكن فيروس بيه لخصية مميزة ليه هو بس مش موجودة في فيروس سي هو ان فيروس بيه ممكن ينتقل عن طريق العلاقة الزوجية لكن الحاجة الايجابية في فيروس بيه ان ليه تطعيم واقي وآمن وفعال بنسبة 100% التطعيم ده صالح للبالغين والاطفال من اول ما يتولدوا والتطعيم ده متوفر في كل مكان وكل الهيئات الصحية على مستوى العالم بتقوم دلوقتي بتطعيم الموليد فاول كم يوم من عمرهم ضد فيروس بيه علشان تحميهم من الاصابة بهذا الفيروس وكمان بالنسبة للشخص المصاب بفيروس بيه وعنده الفيروس ده نشط ومحتاج للعلاج علاجاته موجودة ومتاحة وفي منها انواع كتيرة وبفعالية عالية جدا زي ما فيه دلوقتي علاج ناجح لفيروس سي ومتاح ونسبة نجاحه تقريبا 100% نصحتنا النهاردة للي ما عملش قبل كده تحليل لفيروسات الكبد لازم يعمل التحليل ويتطمن يعرف عنده ولا ما عندوش علشان لو عنده اي حاجة منهم يتعالج منه على طول ويتجنب اي مشاكل دمتم بصحة وسلامة كل الشكر للدكتور محمد عبدالوهاب الابجيجي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد الرقم الضريب الموحد 542-511-819 وبكرة وفي نفس المعاد معلومة جديدة لصحتك الى اللقاء